يلا بينا نشوف طريقة جديدة حساب الزيادة في المرتب تبقى للنسب المقوية هنيجي على العمودي اللي هنكتب فيه النسبة المقوية ونحدده من فوق كده وندوس كليك يمين ونقول تنسيق خلايا هنيجي هنا هيبقى على رقم او على عام هنزل على نسبة مقوية والمنازل العشرية بتبقى اتنين اخليها زيرو وادوس موافق هجي اكتب هنا ده اربعة في المية خمسة تمانية اربعتاشر وهكذا مجرد ما اكتب رقم هو يحولولي في المية هنيجي بقى للزيادة في النسبة المقوية هنقول يساوي ونيجي جمعين المبلغ ده اللي هو أربعة متين هنيجي ضربينه فيه أربعة في المية اللي هي النسبة دي ونقول انتر قال لي ده عامل 168 جنيه النسبة الاربعة في المية بتاعته هاجي ده يصدب الكليك طبق لي على الكون نيجي على خانة الإجمالة عشان نضيف ده هنقول يساوي بعد كده هاخد إجمال المرتب واجي جمعه على النسبة اللي طلعتلي او الناتج اللي طلعلي هنا وادوس انتر اجي واقف هنا واطبق على كل الخلايا وبكده عملت تركاية الزيادة في المرتب تبقى للنسب المقاوية بأسرع طريقة ما تنساش الفولو والشير واللايك واستناني السفي جديد شكرا